السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تحافظ على رلة الديهان وقت طلاق الجدران او بعد الانتهاء من العمل ده اللي هنشوفه مع بعض خلال الفيديو. ده كده نموزج عملي. طبيعي الديهان بتاعك بيكون لسه طري بنفس الطريقة. فانت محتاج ان انت تحافظ على الرلة. محتاج باستلة وتحط فيها الرلة بنفس الطريقة كده. كده يبقى انت حافظت على الرلة بتاعتك لما تيجي تبدأ في الوش التاني من الغرفة. وعلشان تبدأ في الغرفة وفي الوجه التاني هتطلع الرلة تخليها بنفس الشكل كده. لغاية ما تصف المية اللي جواه. كده الرلة اصبحت جاهزة معاك ان انت تقدر تدهن بها الوجه التاني. علشان تحافظ عليها بقى هتبدأ تخسلة كويس في نفس الطريقة في المية. ده كده كناموزج عملي. بعد ما غسلنا الرلة كويس بالمية في الجدار زي كده هنبدأ ننفض المية اللي فيها. وبكده تكون حافظنا على الرلة نقدر نشتغل بيها مرة تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة